اشوف شوية افكار لسوارش هو الراجل من اول ما جي يعني ايه واخده فيه مطبق كتير بتقابله ولكن النهاردة شفت شوية افكار كويس يعني اول حاجة كان ان هو راح مخرج محمد عبد المنعم ونزل ايمان اشرف لعبه في ظهر علي معلول علشان يدي حرية لعلي معلول اكتر وهو معاك كرة وايمان اشرف يبقى بيغطي وراكباك ليفت وانا شايف ان هي دي فكرة قدت افضلية لنادي الاقل كتير في الشوط التاني طبعا الجونة كابتن طلعت يوسف وهنتكلم بالتفصيل بعد الفصل مع اينو ودودار كابتن طلعت يعني كان بيدافع بشكل كويس جدا للشوط الاولاني كان بيحاول ان هو يعمل تحولات في ظهر علي معلول عن طريق كريم طارق بعد كده جاب الشبروي لعبه يمين في ظهر علي ولكن سوارش عالج القصة دي اللي هو اراها في اخر الشوط الاول كويس اوي هو لو كان ساب ياسر ابراهيم هو سنتر بك شمال في ظهر علي ياسر ايمن فطبع يعني فيه مستين في موضوع ايمن موضوع ايمن اشرف يعني ان اول حاجة عدلت ايمن انه اوتوماتيك وهم طلعين بالكورة بيبقى احسن لو اللي اشول شايف الملعب احسن زواية التمرير كلها مفتوحة بالنسباله لان هو ده اشكات له معظم الفرقة الكبيرة السنتر باك اللي بيلا بنقت الشمال اشول ايكس طوله عمره عبر تاريخه السنتر باك اللي بيلا بنقت الشمال اشول داني بلند فرانك ديبور كريستيان كيفو كله اتلاقي دايمن اشول عشان يطلع بالكورة بارتيحية التغيرة دي قدت افضلية كبيرة جدا للنادي الاهلي طبعا في بداية الشرط التاني شبراوي راح بكورة يعني اتلعبت له فاجمة مرتدة لو كانت صرف فيها بشكل احسن لو كانت جونة جابوا جون كان النادي الاهلي هيتهز كان النادي الاهلي في التوفيق ده في التوقيت ده هيتهز جامل ولكن لعيبة الجونة كان بتعمل فولات كتيرة جدا حولي للتمنتاشر ودايما الفولات للحولي للتمنتاشر قدام الفرقة الكبيرة بتعملك مشاكل لان عندهم اول حاجة ديليفري كويسة الناس بتعمل كرصات كويس زي ما شوفنا النهاردة شيكابالا وزيزو وعلي معلول كل كور كلها خطر زي الجون بتاع رامي ربيعة خطر جدا علي معلول عاملها هو دي اللي عبته فالنهاردة فولات يعني بالمجان النادي الاهلي جاب جون بكورة سابتة بعد كده بعدها ضربة الجزاء والاهلي النهاردة المكسب عنده كان اهم من اي حاجة تانية محدش النهاردة يقول للاهلي ايه اصلي اداء الشوط الاول اهو بتاع لا جماعة اللعيبة المطشين اللي فاتوا دول يهزوا اي حد لانه قدام فرقتين منافسين مباشرين ليك فبطلطين مختلفين وفي نفس الوقت الهجوم الشديد اللي حصل على اللعيبة في الفترة الاخيرة فطبيعي ان الاهلي النهاردة ينزل الشوط الاولي المهزوز ما هو لعبته في الاخر خلي بالكم مش روبوتس مش 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 كائنات فضاء بقى انت جايبهم يلعبوا لقى عندهم حالة احباط محتاجين وقت فالنهاردة الاهلي خرج بالله هو عايزهم من المطش انه اكسب اكسب بقى طريقة بكرة سبتة بقى بدناغي بسدري بضرب الجزاء بس الاهلي كان لازم النهاردة ان هو يكسب لا اكتر من سبب اول حاجة انه بيلعب قبل الزمالك وحط بيلعب قبل الزمالك دي اي حد في الكرة يقولك دي ما تفرقش معاه قوله انت بتضحك عليها دايما الفرقة اللي بتلعب الاول لما بتكسب تحط ضغط على الفرقة اللي بعادية لعبت الزمالك النهاردة نازلين عارفين ان الاهلي وبرامدز يكسبوا احنا لازم نكسب ضغط هو الضغط كده في الكرة الاسبوع اللي جاي برضو الاهلي هيلعب قبل الزمالك الاهلي لو كسب هيحط الزمالك تحت ضغط ان هو لازم يكسب فيوتشر وهي دي حلوة حلوة المنافسة فالنهاردة مكسب مهم جدا للاهلي وفي حاجات كتيرة جدا في رأيي سوارش لازم يبني عليها لازم يبني عليها اول حاجة ان هو في الماتشات اللي جاية دي لازم يعمل عملية تدوير كويسة جدا ما بين اللي عبته يعني النهاردة انا بكل صراحة اعب بتفرج عن ماتش انا عارف ان السلية ممكن يتعور سيبكوا هتعور طبعا في الكرة بيلعبها بكعبه دي على فكرة بيبقى اعلى حمل على العضلة الخلفية لما تجي تلعب الكرة بكعبك كده او بترجع بظهرك هي دي اعلى حمل على الهامسترينج عشان كده النهاردة السلية مع الفتيج مع الفتيج ومع الاجهاد لما عمل الحركة دي مرة واحدة خلفية ضربت خلاص